استشهد شاب فلسطيني عقب اطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار عليه قرب حاجز عناب العسكرية شرق محافظة تول كارم الواقع شمال الضفة الغربية وافدت وزارة الصحة الفلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت مركبات الاسعاف من الوصول الى الشاب واغلقت الحاجزة في كيلة الاتجاهين امام حركة المرورة وفي سياق المتصل اصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب الجنين شمال الضفة كما اصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال في منطقة نابلوس الواقعة شمال الضفة